هذا التصعيد هناك أيضا تصريح لوزير الدفاع لويد أوستن يتحدث عن أن الولايات المتحدة بما معناه ستتخذ أي إجراءات لحماية شؤون الملاحة وحماية التجارة هل نحن أمام تصعيد أكبر وما من الممكن أن تتخذه الولايات المتحدة كخطوة قادمة أخرى نحو تصعيد أكبر من إجراءات برأيه دعني أوضح نقطة مهمة تحدث زميلي جو تابت نقل عن مسؤولين أمريكيين أنه تم استخدام هذه الصواريخ التي تستهدف أو أنها تؤثر على المخازن التي تتواجد تحت الأرض جميع الأهداف التي استهدفت في صنعاء هي فجعطان والنهدين هذه جميعها كلها مخازن تحت الأرض عبارة عن أنفاق وسلسلة جبلية متعرجة عبارة عن معسكرات تستخدمها القوى الصاروخية الحوثية خبراء الحرس الثوري خبراء حزب الله في خزن الأسلحة في ورش التصنيع الصواريخ البالستية في الصواريخ المجنحة صواريخ كرز وبالتالي يبدو أنها ضربات موجعة ومؤلمة طالما استخدمت هذه الأسلحة وهي تستخدم لأول مرة من أجل أن يصل تأثير هذه الضربات إلى تلك المخازن التي تتواجد في داخل الأنفاق في جبل النهدين في فجعطان في معسكر الصيانة معسكر السواد أيضا في عمران لأنهم كانوا في السابق يراهنون على أن لا توجد أي صواريخ تصل إلى المخازن التابعة لهم وبالتالي هم يخفون هذه المخازن ورش التصنيع في هذه الأماكن التي هي عبارة عن شبكة أنفاق متعرجة وكبيرة خصوصا عندما نتحدث عن معسكر النهدين معسكر النهدين يضم شبكات من الأنفاق كبيرة جدا هذا يطل حتى على دار الرئاسة في صنع إذن من الملاحظة أنها ضربات مؤلمة وموجعة وهي رسالة تردع قوية بالنسبة لجماعة الحثيين أو لإيران لأن الحثي هو أحد الأذرع الإيراني وهو الدراع المتهور والمخلص حتى الإيران في حتى أنه تصدر هذه المواجهة البحرية أكبر من حجمه الآن هو من خلال استهداف السفن هو يستهدف العالم بأكمله من خلال تعطيل حركة التجارة وخصوصا أن اليمن يقع عند منعطف مهم وخطير جدا تمر 12% من التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب إذن من الواضح أن هذا التصعيد أيضا الحثي لن يقابله بتهديه وإنما سيقابله أيضا بتصعيد آخر هو لديه لا زال حتى الآن لم يستخدم بعض الأسلحة من ضمنها الألغامة البحرية في عرض البحر هو حتى اللحظة زرع الألغامة البحرية في محيط الحديدة لمنع أي هجوم على محافظة الحديدة لديه اعتقاد أنه سيكون هناك هجوم من البحر على محافظة الحديدة وتحرير السفينة التي تم اختطافها في أول عملية للحثيين وهي سفينة غالكسي ليدر أيضا لكن الحثي طالما هو يتواجد في الجزء اليمني من جنوب البحر الأحمر هو سيظل خطر على مدى طويل وستظل إيران أيضا تستخدم هذه المنطقة البحرية المهمة وهو أيضا جنوب البحر الأحمر مضيق بالمندب على مدى طويل ما لم تحرر محافظة الحديدة ويتم بعاد الحوثي وخطر الحوثي ويعادته إلى الوضع الطبيعي استعادة صانعاه ويعادته إلى صعدة هو قادم من صعدة هو الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية كانت تتعامل معه كمكوين سياسي يمني هم جماعة متمردة قلبت على الدولة رفضت حتى أنها تشكل حزب وتكون ضمن المكوينة السياسية اليمنية حوار وطني لكن هل في حال بدأ الحوثي باستخدام الألغام البحرية هو بدأ على محيط الحديدة دعنا نتحدث لكن إذا ما توسع في استخدام الألغام البحرية هل تعتبر برأيك استخدامه هكذا نوع من الألغام هو أكبر تصعيد في الوقت الراهن في ظل أن صعوبة نعرف صعوبة التعامل مع الألغام البحرية فهل هذا من شأنه أن يصعد بشكل أكبر من ردة فعل الولايات المتحدة في ظل التصريحات التصعيدية القادمة أيضا من جانب الولايات المتحدة وتدرج طبعا في استخدام الأسلحة التي تمتلكها مليشيات الحوثي صواريخ بالاستية صواريخ مجنحة صواريخ كروز مضادة للسفن طائرات مسيرة أيضا بالإضافة أيضا إلى الأن هو أدخل سلاح جديد وهو سلاح الغواصات طبعا هذه التقنية تقنية إيرانية حتى أنه نفس الغواصات التي تستخدمها إيران هي تستخدمها مليشيات الحوثي فقط أنها نقلت إلى البر اليمني وتستخدم من قبل الخبراء الحرس الثورية المتواجدين على الأراضي اليمنية هذا السلاح هو يمثل مصدر قلق فعلا حتى بحسب تصريحة المسؤولون الأمريكيون تحدثوا أن هذا السلاح استخدمه الحوثي لأول مرة أيضا الآن لديهم السلاح وهو السلاح الآخر هو سلاح الألغام البحرية لكن في الفترة الأخيرة لاحظنا أن الحوثي كانوا في السابق يدخلون إلى عرض البحر ويقومون حتى في محاولة اعتراض السفون تهديد السفون بجبارها على التوقف الآن لم يتجرأوا طبعا الدخول إلى عرض البحر بسبب الوجود الأمريكي ووجود قوات متعددة الجنسية من التحالف عارز الستهار تنطلق المروحيات من فوق المدمرة الأمريكية وتتعامل مع الحوثيين لأنهم يدخلون بزوارق صغيرة وسبق أيضا للولايات المتحدة أنقى 13 من الحوثيين في عملية داخل أو في عرض البحر جنوب البحر الأحمر تحديد إذن الحوثيين سيستخدمون هذه الألغام فقط لإستدافة السفون التجارية لكن في حال أنهم قاموا باستخدامها ونشروا هم لديهم عدد كبير من الألغام تصل إلى آلاف من الألغام البحرية تم صناعتها خلال الفترة الماضية إذن عندما نتحدث عن هذا السلاح الحوثي الذي يتواجد معه منذ والذي تم صناعته خلال فترة الحرب إذن هم كانوا يسعون لهذه المواجهة البحرية لكن أجاءت حرب غزة بصفة قتل تقدم هذه المواجهة وتدفع بالحوثي إلى القيام بعملية تعطي الحركة الملاحة حتى ولو توقفت حرب غزة الحوثي أيضا سيظل يستهدف السفون وسيظل لديه مطالب أخرى الخطورة وين؟ إذا كان هناك مفاوضات من أجل أن يقف الحوثي عملياته في جنوب البحر الأحمل هو سيتحول بمعنى ذلك إلى شرطي هل سيكون الحوثي هذا هو أحد أدرع إيراني؟ جزء من المعادلة الأمن البحرية هذه معادلة خطيرة جدا الشيء الذي يعيد الأمور لما كانت عليه قبل المواجهة البحرية أو قبل هذه العمليات الحوثية هو أنه يتم تحرير محافظة الحديدة أن تبسط الحكومة اليمنية سيطرتها على كامل التراب اليمني وأن يصبح الحوثي جزء من المكونات الشعب اليمني وليس يسيطر على مناطق مهمة وحساسة فعلا هذا أمر وارد فواز هو من المكون اليمني لكن هل يرضى الحوثي بهكذا صيغة دعنا نقول توافقية مع الجنوب مع الحكومة الشرعية باختلاف الأحزاب الموجودة في ظل أنك تتحدث عن أن ذراع لإيران يعمل على كونه شرطي للمنطقة أو لمنطقة البحر الأحمر في قادم السنوات وفي ظل وضوح رؤية مجمونات المتحدة أنها تخشى توسيع أو تخشى لربما عملية أكبر على الجانب الحوثي كي لا تعطل أي عملية سلام قادمة الولايات المتحدة كانت تقول أن الحوثي لا يدين بالولاء المباشر لإيران وإنما هو مدعوم من إيران لكنه طرف غير الفصائل أو الأذرع الإيرانية الأخرى التي تتواجد في سوريا والعراق واللبنان لكن أتضح في هذه المواجهة البحرية أن الحوثي هو الذراع المخلص والمتهور وهو الذراع الذي مكنته إيران أسلحة كبيرة حتى أكبر من الأسلح التي تتواجد مع الأذرع الأخرى نتحدث عن صواريخ بالاستية تصل مدها إلى 1800 كيلو نتحدث عن طائرات مسيرة نفس الطائرة التي تستخدم حتى في الحرب الأوكرانية الروسية شاهد 163 نتحدث عن طائرات لديهم طائرات أيضا إيرانية أخرى أختلفت الأسماء سموها باسم الصمات 3 طائرة وعيد الترسانة هذه جميعها إيرانية وبالتالي الحوثي هو يرفض أي اتفاقات عن اتفاقات سياسية هو يريد السيطرة على اليمن بكاملها لكن الآن لازم لابد من تحرير محافظة الحديدة هذه خطوة أولية محافظة الحديدة صحيح أنها مقيدة باتفاق سياسي بين الحكومة والحوثيين وهو المعروف باتفاق السويد والتي كان المجتمع الدولي أو بريطانيا والولايات المتحدة مع هذا الاتفاق والآن هي تدفع ثمن وقوفها وراء هذا الاتفاق وضغطت على الحكومة اليمنية الحكومة اليمنية ترفض كانت الاتفاقات هذه وإعتراف ضمني بالحوثي وهو أيضا تمكينه من منطقة حساسة ومهمة وهو جنوب البحر الأحمر يعني هل جنت دعنا نقول الولايات المتحدة على نفسها من خلال اتفاقية ستوكولم التي تمت في 2015 هذا واضح لكن لربما السؤال هو هل الولايات المتحدة مستعدة لهكذا عملية يتم من خلالها استنزافها أم هي قادرة أو مستعدة لعملية أكبر قد تكون برية أم هذا أمر مستبعد من قبل القيادة الأمريكية برأيك هو طبعا مستبعد من قبل القيادة الأمريكية وأيضا لا تريد حتى من اليمنين أو من الحكومة اليمنية أن تحرر أراضي محافظة الحديدة أو المحافظة الخاضعة على سيطرة الحديدة رغم أنها صاحبة الشرعية وصاحبة الشرعية الدستورية ممكن هذا السؤال آخر في ظل أن هناك دعوات من رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي لدعم الحكومة الشرعية لتمكينها من استئصال الحوثي وإيقاف الهجمات لكن لماذا لا تلقى هذه الدعوات أي دعم من قبل الولايات المتحدة في ظل أنها تستهدف الحوثي منذ أكثر من ثلاثة أشهر حتى هذه اللحظة مع بداية الحرب في غزة هي تستهدف الحوثي لأنه انخرط في المواجهة البحرية في تعطيل حركات الملاحة واستهداف السفن واستهداف المصالح الغربية لكن الولايات المتحدة كانت حتى عندما بدأت في تصنيف الحوثي منحته ثلاثين يوما من أجل أن يراجع حساباته وأن يغير السلوك وعد ذلك ستلغي التصريحات المسؤولين الأمريكيين السياسيين يتحدثون عن أنه بالإمكان للغاء عملية التصنيف في حال الحوثي قرر وقف تلك العمليات إذن عندما يقرر الحوثي وقف تلك العمليات وتعمل إدارة بيدا على إلغاء التصنيف بمعنى أنه لا زال يسيطر على هذه المنطقة المهمة والحووية سيظل استخدام إيران لهذه المنطقة بأي وقت إذا تعرض أحد فصائل إيران في المنطقة لقصف أو ضرر من قبل سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة سيستخدم الحوثي البحر الأحمر إذن البحر الأحمر سيظل استخدام دائم من قبل إيران وذرعها وخصوصا الذراع الحوثي ما لم يتم إبعاد الحوثي عن السواحل اليمينية والممرات المائية وأيضا إبعادهم حتى عن المناطق التي هي مناطق جبلية لكنها تطل على هذه الممرات كتعز الآن الحوثي يستهدف خليج عدم من محافظة تعز ومن محافظة البيضاء يستهدف باب المندب من محافظة تعز يستهدف جنوب البحر الأحمر من محافظة حجة ومن محافظة أيضا الحديدة إذن حتى إذا تم تحرير محافظة الحديدة وبعاد الحوثي ستوقف عملية تهريب السلاح من إيران إلى السواحل اليمنية لكنه لن يمنع الحوثي من استهداف حركة الملاحة من جنوب البحر الأحمر إلى خليج عدم من المناطق الأخرى التي سيطر عليها حتى وإنها بعيدة عن هذه الممرات لكن لديه سلاح يصل إلى هذه المناطق إذن تحرير المحافظات التي تخضع لسيطرة الحوثيين وإعادتهم إلى صعدة سينتهي الخطر الحوثي على اليمنيين وعلى حركة الملاحة وعلى حركة التجارة في السواحل اليمنية وفي جنوب البحر الأحمر أو خليج عدن أو مضيق باب المندب شكرا جزيلا معي من الستوديو محرر الشؤون اليمنية في سكايو نيوز عربية فواز بنصر ترجمة نانسي قنقر